عادة لما بنيجي نحلل الأعمدة ونحسب الأحمال والمومنس اللي عليها أو بمعنى صح سنستخدم شيئا اسمượng Taylor First Order Analysis وبمعنى صح التحليل من الدرجة الأولى لكن بالنسبة accessories عادة لما بنيجي نحللها يعني معنى صح نحسب اللي بيأثر عليها بنحتاج نستخدم شيئا اسمveck Second Order Analysis وبمعنى صح التحليل من الدرجة الثانية مايفон بين الفيرس أوردر أناليسيز والساكن أوردر أناليسيز الفيرس أوردر أناليسيز زي كل الأناليسيز اللي احنا عملناها قبل كده يمع صح لما تيجي تحلل أي عنصر موجود في منشأ معين فاكر بعد ما بنحسب الأحمال اللي بتأثر بنبتدي كمان نحسب فاكر قولنا ممكن وفي نفس الوقت كمان بنحسب اللي بتأثر على المنبر اللي هو زي والشير والنورمل والطورشن وهكذا في الفيرس أوردر أناليسيز ما بيأخدش تأثير الكراكس والديفورميشنز اللي ممكن تحصل على قيم البندج والنورمل يعني إيه؟ يعني لو تاخد بالك المفروب بحقه حقيقي لما يبتدي يحصل الكراكس ويبتدي يحصل ديفورميشنز المومنت والنورمل اللي انت حاسبهم على العنصر ده ممكن يتغيره مثال مثلا لما بتحصل الكراكس الإنرشية بتاعة قطعات بتتغير ولو إنرشية القطعات تغيرت ده معناه إن استفنس قطعات تغيرت فبالتالي توزيعة المومنت اللي موجود على الميمبرز المفروض تتغير في الفيرس أوردر أناليسيز ما بناخدش كلام ده في الحسابات لكن في الساكن أوردر أناليسيز بناخد تأثير الكراكس والديفورميشنز اللي ممكن تحصل على قيم المومنت والنورمل والشير اللي موجودة على العناصر نفسه يعني مثلا بالنسبة للسلندر كولومز بنضطر ناخد معنا الساكن أوردر أناليسيز من زي ما قلنا بيبقى فيه عندنا مومنت زيادة اسمه أم أدشنال بينشق عندنا ديوتو الباكلينج فلازم يتخذ معي في الحسابات ناخد مثال بسرعة على الفيرس والساكن أوردر من أساس ونشوف الفرق بينهم إيه تخيل مثلا لو إحنا عندنا عمود والعمود ده كان شورت كولوم يعني مش هحصل له باكلينج والعمود ده كان بيأثر عليه نورمل طبعا دي مفروب تأثر عند السي جي بتاع العمود بالضبط وفي نفس الوقت كمان عليه أم إنيشيل أو بمعنى صح مومنت أولي قيمته مثلا م نود وخبالك المومنت ده جاي مثلا عن طريق عناصر تانية سي مثلا مومنت الكاميرا اتقلب على العمود وهكذا فاكر عمود زي ده ينفع بدل ما نحط المومنت الام نود نمثله الطريقة تانية لو تفتكر إن احنا نفترض كأن البي بدل ما تأثر في سنتر لين العمود هتأثر عند بعد مسافة اي عن سنتر لين العمود ولو تفتكر ال اي في الحالة دي بتسوي كم الام نود على البي أو بمعنى صح يعني الام نود حاليا العمود ده لو شورت كولوم بيأثر عليه نورمل قيمته بي وبيأثر عليه مومنت قيمته بي في الإي تقدر ترسم له الانتر اكشن دا جرام فكأن الانتر اكشن دا جرام لقطاع العمود ده كان عبارة عن علاقة بين أكبر نورمل ومومنت يستعملهم القطاع لو تفتكر كنا بنرسمه شكله عمل كده بالزبط وتخيل دلوقتي قطاع زي ده بيأثر عليه نورمل بي وبأثر عليه قيمة مومنت بتسوي بي في الإي تعالى نحدد نقطة تخطوحهم جيت مثلا هنا وقعت قيمة البي اللي بتأثر وجيت هنا عند المومنت مشيت قيمة البي في الإي فكيعني معنى صح هتمشي هنا البي في الإي اللي هي قيمة الام نود يعني معنى صح هشن تجيب نقطة تخطوحهم كأنك هتيجي من عند البي تمشي أفقي مسافة بي في الإي وجيب نقطة تخطع بالزبط يعني قبالك دي نقطة تخطع المومنت مع النورمل فكر النقطة دي لو موجودة جوة كيرف نفسه كيرف اللي هو موجود برا هنا ده معناه أن القطاع سيف يعني معنى صح اللي بيأثر عليه أقل من اللي هو بيستحمله تقدر للشورت كلهم ده تحسب أطبر بي يستحملها القطاع وانت عارف الإكسنتريسي عليك بتسوي الإيه فاكر كنت بعمل إيه باجي من نقطة التقاطع دي بالظبط أوصل بنقطة الزيرو زيرو وبعد كده أخذ الخط ده أمده ستريت على استقامته لحد ما يطع الانتراكشن ده جرام لو تفتكر الخط المعمول بالأخضر ده الميل بتاعه هنا مع الرأسي كان هو ده قيمة الإيه فاكر من النقطة التقاطع اللي هنا أنا كنت برجع أمشي أفقي تاني أحدد أكبر قيمة بي يستحملها القطاع ده في الحالة دي لو تفتكي بنسميه بي أر يعني الريزيستنج بي خبال لك العمود في الحالة دي كان شورت ولا لونج طبعا كان شورت يعني معنا صح العمود الشورت لو بيأثر عليه نورمل وإكسنتريسي قيمتها إيه مثلا نقدر ساعتها نحسب أكبر بي استحملها القطاع بالطريقة دي لكن تخيل بقى لو العمود ده كان سلندر كولوم إيه اللي هيحصل وجود البي كان هيعمله كمان باكلينج فلما حصل باكلينج للعمود إيه اللي حصل للإيه لو تقبلك البي هنا بيتبعد مسافة دي عن سنطران العمود بقى بتساوي الإيه زائد الحتة دي الحتة دي مثلا سميها دلتا وان مش ده كده معناق إن الإكسنتريسي زادت طب لو الإكسنتريسي زادت يبقى القطاع ده قيمة البن المومت عليه زادت ولا لأ سميها مثلا هنا ام وان ساعتها الام وان هتساوي ايه هتساوي البي في الإكسنتريسي بكم الإكسنتريسي في الحالة دي هتساوي الإيه زائد دلتا وان فقبلك القطاع في الحالة دي المومنت عليه زاد فلما مومنت يزيد اللي يحصل ساعة قيمة الإكسنتريسي هتزيد فلما الإكسنتريسي تزيد لو حسبت الفرق الزيادة ده سميه مثلا دلتا تو وقبلك الدلتا تو أقل من دلتا وان هي كل شوية هتعط L بس في الحالة دي ده بقى على مومنت بيسوي كام بقى المومنت اللي هنا مثلا اسمه M2 بقى بيسوي قيمة ال P في الإكسنترسي بكامل الإكسنترسي في الحالة دي هتسوي الإي زائد دلتا واحد زائد دلتا اثنين انت واخد بقى لك إيه اللي حصل ده معناه إن القطع ده المومنت عليه زاد فلو المومنت زاد إيه اللي هيحصل زي ما قلنا إيه اللي هيحصل إن الباكلينج هيزيد أكتر فبالتالي الإكسنترسي هتزيد أكتر هتلاقي مثلا الزيادة اللي حصلت في الدلتا هنا مثلا اسمها دلتا 3 طبعا دلتا 3 أزر من دلتا 2 ودلتا 2 أزر من دلتا 1 بس ده معناه إن المومنت زاد طب لو المومنت زاد زي ما قلنا الباكلينج هيزيد فبالتالي الدلتا هتزيد وهكذا هنفضل مكملين بالطريقة دي لحد ما يحصل والعمود ده يزبط في الآخر يعني قبلة كل شوية الدلتا الزيادة اللي عمالها تحصل قيمتها بتقل بسيء مثلا إن الفاينال مومنت هنا اللي بنسميه MF هساوي قيمة الP في الإكسنترسي الأخيرة خالص اللي هي الE زي الدلتا 1 زي الدلتا 2 وكذا لحد العمود ما يثبت بس واضح دلوقتي إن في السلندر كولوم اللي حصل هنا قيمة المومنت زادت جدا بدل ما كان المومنت اسمه MNode بقى هنا MFinal تقدر توقع لي بنسبة سلندر كولوم ده فين نقطة التقاطع دلوقتي بما إن العمود ده بيأسر لنورمال P وبيأسر للمومنت MFinal فكالMFinal بتساوي الP في الإكسنترسي دي كلها يعني معنى صح في عندي P هنا وممكن يبقى فيه MFinal هنا أو كأنك مشيت من قيمة الP من النقطة دي مسافة أفقية هنا بقيمة الP في الإكسنترسي كلها فكاليا قيمة الE زي الدلتا 1 زي الدلتا 2 وهكذا وجبت نقطة التقطوحهم برضو سيء نقطة التقطوحهم جوا الكيرف ده معناه كده إن القطعها safe ولا unsafe برضو عطبار safe بس تقدر في الحالة دي تقول لي أكبر P يستحملها العمود سلندر هتبقى بكم فاكر هتيجي من النقطة دي توصل بنقطة 00 وترجع تمد الخط straight على استقامته لحد بنقطة على الانتراكشن دا جرام ونرجع نمشي أفقي تاني نحدد أكبر قيمة P يستحملها القطع فكاليا بنسميها PR بس حاليا الPR دي بتاعت أنهي عمود بتاعت سلندر كولوم يبقى لو بصينا هنا على شكل الانتراكشن دا جرام واضح دلوقتي إن قيمة الP لما العمود ده كان short أكبر من قيمة P لما العمود ده كان سلندر ده معنى خبالك إن الباكلينج هنا بيضعف من مقاومة القطع شوي يعني بمعنى صح يخلي عمود ده يستحمل لود أقل من لو كان short column ده اللي بنسميه second order analysis اللي احنا دخلنا في حساباتنا كمان قيمة deformation اللي حصل فكلهم الدلتا 1 والدلتا 2 والدلتا 3 وهكذا دائما في الانتراكشن ده لازم ندخل معنا الدلتا دي في الحسابات اللي هي زي ما قلنا بنسميها second order analysis موسيقى